تمر الأيام وتتزايد الدلائل على دعم تركيا الدائم والمصرف للميليشيات والجماعات الإرهابية التي تحالفت مع أنقرة وعواصم أخرى لتنفيذ مخططات مجبوهة تستهدف أمن كل دول المنطقة دون استثناء تركيا التي ما عاد لديها ما تحفظه من ماء الوجه اختارت لنفسها أن تكون معولاً للهدم أينما حلت أو حل من ينوب عنها من جماعات وميليشيات استغلالاً لظروف داخلية في عدد من دول المنطقة فساهمت أنقرة بدور رئيس وفعال في إدخال الإرهابيين إلى سوريا عبر حدودهم المشتركة للتواغل في عمق الدولة المكلومة دون ما خجل أو مراعاة لحقوقها والتمهيد لغزو عسكري أبان عن نوايا استعمارية آدانها المجتمع الدولي أما في العراق فتستمر أنقرة في انتهاكها لسيادة بلاد الرافدين عبر القيام بين الفينة والأخرى بغارات جوية على مناطق بالشمال العراقي بزعم مكافحة الإرهاب أردغان الذي لم يدخر جهداً في نشر الإرهاب والفوضى لم يكفه ما فعله بدول الجوار فامتدت يده الآسمة إلى القارة الإفريقية مقدماً الدعم بكافة أشكاله لجماعات إرهابية في الصومال ودول الساحل والصحراء ومن بينها ليبيا التي يزيد فيها أردغان من تعقيد الموقف عبر دعمه حكومة موالية له تأتمر بتعليمات من ميليشيات وجماعات مسلحة تتفق غاياتها وغايات السلطان الواهم الذي أبرم اتفاقيات غير قانونية مع حكومة طرابلس وأرسل إليها الأسلحة والجنود في تهديد صريح لدول المنطقة وأمنها الإقليمي وسط مساعيه الدائمة للسيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها ليعالج بها الانهيار الاقتصادي في الداخل التركي الذي بات فوق برميل من البارود القابل للانفجار في أي وقت بوجه أردغان وجماعته